هم أخصوا نفسهم كيف أخصوا نفسهم؟ أخصوا نفسهم لأنهم هم ما جوا يتفعلوا هنا داخليا هم قالوا والله نحن دارين بنحشد قوتنا وأعضانا كلهم يحضروا حفلة توقيع لكن نحن عندنا متطلبات لمناقشة جزور المشكلة انت ما جيت يا أخي حكمت ست سنين وبالسي بي ايه اتفاقية السلامة الشامل تعال طبقها يعني نحن ناس السؤال اللي بنزل ونحن كنا أعضاء في الحركة الشعبية انتوا ليه جريته؟ مقابل شنو؟ مقابل إنها تفتت الحركة ما نتكلم بصراحة في الغنة دي عشان الحركة بيكتسي جناح الحلو براوي جوا عبدالباقي قرفة براوي ومالك عقار براوي ما تعالوا اشتغلوا انت البتخصي نفسك نحن عندما نتجمعنا في أربع شهر واسخطنا النظام ده انت كنت تلاتين سنة شاهل بندقية ما قدرت تحلوا ولا قدرت تخصيوا تعال شارك قلنا لك يا أخي دي فترة انتقالية بدستور موقع بميساق موقع فيها صغرات فيها بتجي انت تعالجها بالممارسة الدمغراطية ما الواحد تلموت ولا آيات قرآنية دي ممارسة في أخطاء بتحصل في صغرات بتحصل بالممارسة تعالوا انتو شاركونا لكن انت عشان تقعد برا تقول لي أنا أديك أنا من أديك سؤالنا هم رأيجين منو يديهم شنو يعني يعني ده السؤال الاناسي بوجه عبرها في القناة لكل الحركات المسلحة انتو عايزين منو يديكم شنو ما دي ناس توافقت على ناس ببرنامج معين بيدستور معين هيغوضوا مرحلة انتغالية الثلاثة السنين دي تعال كوين حزبك تعال كوين رؤاك تعال وريني علاجك أنا أتحد عبر هذه القناة الحركة الشعبية ولا غير من كل الحركات المسلحة تجيب لنا برنامج اقتصادي تنشر لنا عبر أي وصائد نناقشهم فيه تجيب لنا برنامج وحلول عن كيف نحل نحن المشكلة بتاعت السك كيف نحل المشكلة بتاعت الصحة أنا أحلم مشكلة التعليم نحن ما قابلنا هنا بعض أخواننا أيام التصام 53 ما في حاجة بتكلموا عن قضايا انتو سببا الليلة العدو الأول والمهدد ما المال عدو نعصف للكلمة المهدد الأول الليلة للثورة دي الحركات المسلحة الشهي الأسلحة